كان يوم ممكن نقول ان الجدل التحكيمي في الدوري المصري ابتدى بقول من خلال طبعا مباراة اليوم وكابتن امين عمر حكم اللقاء يعني حصل هذا الجدل هنكون معاكم وتفاصيل كتير هنكون معنا خبراء في التحكيم نتكلم على كل التفاصيل التحكمية النهاردة لان ما بعد اللقاء كلام كتير على الهدف اللي تم الغاءه لنادي الزمالك الهدف كمان اللي جيه لنادي الزمالك ايضا ضربة الجزاء اللي ما تحسبتش يعني من خلال قرار كابتن امين عمر والفار وبالتالي النهاردة هيكون كلام كتير عن المباراة كمان فنيا كابتن الكبار كابتن رضا وكابتن عصام مرعي هنتكلم على اللقاء ده واهميته كمان لنادي الزمالك لان ده تاني تعادل بالنسبة لنادي الزمالك في تاني ازبوع اول ازبوع تعادل مع بيرامد ثم تعادل مع نادي المؤولين وبالتالي الموضوع بالنسبة لنادي الزمالك يعني ممكن يكون صعب في بدايته ده كان متوقع الحقيقة من خلال الاداء في الفترة اللي فاتت لكن نادي زمالك ادى امل لجماهيره ان في مباراة بيرامد كان الشكل جيد كانت الامور بالنسبة ليه نادي زمالك بيلعب فريق كبير بيضم مجموعة من اللعبة الكبيرة وكان من المتوقع بعد هذا الاداء ان يكون في حالة فوز في مباراة المؤولين العرب لكن ايضا المؤولين ان هو يخطف التعادل من خلال هدف يمكن طبعا جيه من خلال احمد علاق في ديها 98 هدف قاتل حقيقة بيتعادل به نادي المؤولين العرب بياخد نقطة ثمينة جدا من نادي الزمالك حقيقة نهاردة سوريو من خلال مجموعة العيبة والصغار السن كانوا متواجدين بكثافة الصراحة في المباراة ووجود زيزو وعودته مرة اخرى الى حد ما الشكل الفني بالنسبة لنادي زمالك يمكن الشوط الاولاني ما كانش جايد الشوط التاني اتعادل شوية الوضع بالنسبة لنادي زمالك قدر ان هو يجيب هدف ولكن زي ما بقولكوا كده لازم تعزز بهدف فريق كبير لازم يعزز دايما بهدف عشان ما يتخطفش الخطفة دي نادي المؤولين خلال كانت الشاو غريب كان مقفل بشكل كبير على مدار اللقاء وقدر ان هو يفضل مسر في التواجد وانه ما يخش فيه هدف تاني لغاية لما احرز هدف الخطف زي ما احنا دايما بنتكلم في كرة القدم شفنا لقطات منها بكاء أسوريو بعد هدف تم احرازه وبعد كده الحكم الغاه ده برضو لقطة هنتكلم عليها مع كابتن رضا عبدالله قطع صمار وبالتالي في لقطات كتير فيه اللقاء اليوم اهمها طبعا التعادل النهاردة بالنسبة للنسبة لك هيمثل ايه في الفترة اللي جاية وده جزء مهم النهاردة كان برضو فيه مباراة الساعة اربعة كانت مباراة البنك الاهلي والبيرميز ممكن بيرميز بيفوز على البنك الاهلي بهدف لا شيء وبيستمر طبعا بيرميز يعني ده تلت نقاط ثم كانت نقطة من ماتش الزمالك اربع نقاط وبالتالي يعني هو محتل في المركز الاول بالاربع نقاط دول دي النتائج امام حضراتكم نتائج اليوم وبالتالي الاهلي معاه بعديه بتلت نقاط طبعا فرق الاهداف لكن في الاخر لسه جدول الدول لسه ما تكونش ما تشكلش من خلال الفوز للفرق لسه طبعا اسبوعين تلتة كمان اربعة كمان نقدر نقول الامور بتادي تتشكل ومين هيبقى الاول ومين التاني زي ما احنا شوفنا كده السنة اللي فاتت فرق كتير كانت ماشية زي الساروخ نزلت للدرجة المحلة كانت ماشية الصراحة في الدور الاول في السنة اللي فاتت هاي شوفوا جيئنا انها بتنزل شوفنا فرق اخرى برضو نفس الوضع ام بي شوفنا فرق اخرى برضو يعني على حسب يعني ما اتذكر اسوان طبعا كابتر رضا هو بيقول لي قبل ما ارحب به فبالتالي امور كتير جدا بتحصل لازم الماتشات والاستمرارية نشوفها في الايام القادمة والاسابيع القادمة بالنسبة لجدول الدول ااخد جزء كده مع كابتر رضا قبل ما نضمننا كابتر حصام مرعي يتكلم فيه بقى هو براحته حقيقة عن المباراة وبداية الماتش النهاردة وإيه اللي حصل والتشكيلة من وجه يتنزل لانه برضو جزء مهم جدا كابتر رضا نتكلم فيه مع حضرتك كابتر رضا تحياتي لحضرت كابتر حبيبي يا روقة محترم كله تمام زي الفل حبيبي انا قلت تطلع معا ببداية معا انك كنت عايزة اطلع راحة تتكلم كبتين على الزمالك بس يا عم اقوم حبيب لا 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 مناور